عزى خبير في الجيولوجيا بحضر موت أسباب الانهيارات الصخرية التي حدثت قبل يومين في مديرية دوعا إلى طبيعة التركيب الصخري الهشل المنطقة وقال مدير عام فرع هيئة المساحة الجيولوجية بحضر موت المهندس فائز باصرة إن منطقة حسن باصم تتكون من صخور جيرية عقدية مشققة وإن تسرب مياه الأمطار إلى داخل هذه الصخور أدى إلى ضعفها أكثر في الطبقات الساندة التي تحولت إلى هشة بسبب تسرب مياه الشبكة الرئيسة لمياه الشرب المنطقة التي لم يتم عمل صيانة لها منذ أكثر من خمسين عاما باصرة أضاف الكتلة الصخرية الأخيرة التي وقعت هي أكبر كتلة وقد تم الإشارة إليها في النزول الأول للهيئة وبسقوطها زال الخطر بنسبة ثمانين في المئة